السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله أهلا بكم حبيبي في قناة قناة مبغزازة ياريت ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي كل سنة ونت طيبين أحلى أخوات وأحلى أصدقاء في الدنيا طبعا أنا النهاردة قلت بقى نطلع تعرفين ده أنا أعلن لنا أيام ربية في الأخوة كده وبط فقلت بقى أطلع بقى بالنسبة غلو الأسعار اللي احنا فيها ديت وارتفع جامد جدا في الدواجن واللحوم وكده فقلت بقى أجيب اللي عندي وأباحه ونشوف دنيتنا فيه طبعا دي ده كربط أنا جابته ونظفه طبعا وأنا استننت عمل فيه عاملة برضو مش تمام أنا كنت أودع للفراج ينظفه لي وأنا بقى أزبطهم في البيت عندي بس للأسف طلع عنده المكنة اللي بينظف فيها عطلانة وأنا بقى شلت التعب كله على دماغي حتى أنا والله أنا لحد الوقت إصابة وجاني دي طبعا الدكرت بط نظفناه ودي الفراخ اللي أنا عم ربيها ديت الفراخ اللي هي الفيومي هي لون رشحة بيبقى لون رصاصي كده بس بصراحة بيبقى طعمها حلوة جدا 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 يعني نتخيرش عن الفراخ اللي هي الحمرة اللي احنا بنشتريها من بره دي طبعا أنا طبعا أنا ننظفها ويقوا ما هوت واحدة واحدة دي أنا ننظفت فعضة نظيفة يعني الحمد لله الحمد لله أنا وصلت للنتيجة الأخيرة دي لأن بصراحة يعني بقى موسوسة كده شوية من ناحية الطيور وكده طبعا أنا ننظفتها ويت طبعا التكرة البطة دول بقى فيه شعر الفيعة كده آآ مبيض دي هو كده ما بيبنشي لازم اللي أنا ماشي على النار شوية كده علشان خاطر إيه آآ يعني إيه يحوش وخالص ماشيته كده فوق وطاحت وطلو وآآ وطبعا ننروح إيه الوقت نشوف بقية الفراخ بتاعتنا عمسك فرخة فرخة كده على الحط كده إيه النهارده بصراحة ما كانش اليوم متحمل اللي الواحد يعمل حاجة آآ طبعا أنا بشقول أي بشيل أي ريشة صغيرة أو أي حاجة أي حاجة كده يعني لازم أن ننظفها تبقى وضة بتشهق كده زي زي ما هنشوف في الوقت دي هوت أنا مسكة الفرخة بشيل أي ريشة تحت المياه أنا محب أن ننظف أي طيور ولا حاجة ولا كده أنا أحب اللي أنا إيه تحت المياه على طولتك أنه المياه ماشي عليه ما أكونش كده مع نفسها آآ دي طبعا أنا بنظفها بتقاني قوي 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 يعني عشان بيبقاش فيها أي ريشة لأن أشكر لك عشان إحنا كده طبعا أي حد بينظف طيوره كده بالطرقة ديات شفتوا يعني يمكن أنت بس في الأول بتنظف يعني سيب مع تريشة بتجي طاعة المياه بقى بتخليها إيه؟ زي الفل طبعا الفراغ بتاعتنا بنظفتها بقى لسا الوقت بقى هنفتحها بقى ونظبطها تظبطها تمام آآ طبعا هنحطوه مع الحل معايا كده ومسك فرخة فرخة معايا هنضبطها انتو عارفين طبعا الأسعار الدواجن ما شاء الله في الاتفاع فظيئة فالواحد بيحمد ربنا يعني اللي هو إيه؟ ما رب عنده فراخ هما قاصة هايحكلفون شوية في العلف وكده بس الواحد أهل أهم عنده في الغلوة اللي احنا في الدوات أهل لقى حاجة عنده آآ مع برضك مع فيه بط وفي كده الحمد لله خير ربنا موجود آآ دي طبعا آآ انا بفتحها الأول من عند زورها وبشيل اللي هي المعدة بتاعتها ديت اللي فيها الأكل وآآ وقت تاني ونفتحها برضك من تحت كده عشان أطلع كل الأحشاء اللي جوه ومسكها نخسلها كويس آآ مع بعض آآ انا بصراحة الفراخ ده غسلتها ولا يجي سبع تامع مرات في قلب الميا بصراحة يعني آآ وعذروني انا بس اتجل الصوت أسلا وانا خلص يعني كمان شوية وفرفر خالص صعب صعب والصيام أصعب والله الله يسمحنا بق آآ طبعا بنشيل الحتة اللي وراء ديت عشان ديت بتبقى فيها الزفارة بتاعت الفراخ والحتة اللي من عند الجناح ديت اللي هي تبقى الفياء ديت انا بقطعها برضك عشان نزفارة وكده وافضل برضك اخسل من جوه كده الفراخ كويس واشيل اي حاجة فيها كلها من جوه كده لحد ما خليها فل معايا كده طبعا اي حات الدهنة اي حاجة تشيل الكلام ده كله وتشيل اي خيور الدم اللي فاديت شيلها كلها كده بتبقى في الرقبة ديت يعني اي طول ما انت وقفة كده تسيب المياه ماشي معاك كده اي حد ما تحس الدنيا بتاعت الفرخة بقى بتمام التمام ماشيت طبعا انا اي قريشة بشوفها كده حتى لو اي خالص ما بعدهاش لازم اشيلها اي طبعا بقى انا خلصت الكمية بتاعتي هعمل ايه هعمل محلول انقعوا فيها الفراخ ديه تعمل ايه يا زوزا بتعلمها بعد انشوف هنعمل ايه انا جابت طبق كبير وحطات في دقيق هدوب ديه اللي معاي دي الاول كده دي طبعا صابع اتعور اااااا ديه لمون هعصر لمونتين حلوين كده شوفتوا صابع متعور ولزق العلوي ازاي اااااااااا هعصر لمونتين حلوين كده وهجب ملح وخل و ايه و ااااااااااااااااااogi وبعملهم كويس في قلب الع URL الوعي معاي دوت ودووبهم كويس علشان خاطر ايه 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 اضع الخلطة لنقع في الفراغ هذا هو محلول لنقع في الحاجة الخلطة اللي انا عملها لا تجد رائحة زفارة لا تجد رائحة زفارة ما تبقى ما شاء الله ودي ذكر البطة انا بوراه لكم اهوت انا لقعاه وهي الفراغ وانا برضك فيه طبق تاني حتى برضك فيه فراغ اهوت زي ما انتم شايفين اه ودي الكبت والاونس بتاعتها طبعا احنا هنبقى نعمل الكبت والاونس دي اكلة بقى نعملها مع اي حاجة تاني اه ها هو وضيطة اللي احنا عملنا النهاردة واتمنى الفيديو يعجبكم يعني انا حاجة يعني مختلفة بقى نغير المرة دي بقى عن الاكل وكده والحمد لله دي بقى ساعتما جيت اكيسهم بقى وعينهم في الفريزر كل حاجة وعليها شريحة لمون كده طبعا اللمون بقى جميل جدا انه رحته جميلة جدا في زيوت عطرية بتبقى جميلة اه وهي دي بقى كالتربية ايدينا ولسه برضو يعني مرة تانية عبقى ورقوا بقى الكمية اللي عندي اه اتمنى الفيديو يعجبكم يا ريت بقى ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي والسلام عليكم